بسم الله الرحمن الرحيم أم أسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آدانهم في الكهف سنين عجدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمجا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتقذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأروا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا ظلعت جزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت وإذا غربت تقلبهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يغلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليجساءهم بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف فلا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعفرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم دنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستخد فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إلى نتيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبتوا في كهفهم ثلاثة مئة سنين وازجاجوا تسعا قل الله أعلم بما لبتوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من وليم ولا يحرك في حكمه أحدا ترجمة نانسي قنقر